بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أزول في الله ونحبه يبقى البنت منها شاء الله تكونوا قاب خير أنتم ما تشوفوا الفيديو تاليوم اللي راح نبدوها بروتين العناية بالبشرة والجمال اللي بنت جبت لكم هاد لأستيوس الهيلة للناس اللي حبوا يشدوا البشرة تحهم يحبوا يتناوب البشرة تحهم على غلبي لنت عندكم هاد لأستيوس اللي جبتها لكم ولها الطريقة الفعالة بزف فأنا هنلا كما راكوا تشوفوا عندي ماورد اي ماورد قدروا تشرهم برا أنا جبت نزيد عليه هنلا قطارات نزيدو زوج 3 ماكسيمم تعويل إسانسيال تاع زيت لوبان الداكر تدخلوا لجوجل وشوفوا الفوائد تاع زيت لوبان الداكر حاجة خارقة للعادة يعني هو يعادل الكولاجين يعني أي سيدة من 35 سنة 30 سنة 35 سنة الفوق يعني تحطي هذه القطارات في القرورة ترشي بها وجهك كل صباح تشبه كولاجين طبيعي هذا الخارق للعداد القوى عند مغارد اعالي بابا بعد هذا القرور كما رأيكم اختكم بعد ما طالد في ارواحتي و رح تيغي كتمو مع صباح ربي نبدأ الكسرة تاعي اللي باش نستقهوا بيها انا و ايلينا كنتشوفوا فيها لازم لا بغتاحة العجينة لا بغتاحة الطابعة اللي تطبع به وتقول لي دير الكسرة صغيرة تقول لي شوفوا هيتين سيستيما ما طيبي للكسرة تاع كنتشوفوا دك المنياتور غادي كسرة امين ياتيو غادي هو لازم الطيب ما تصبرش حتى كي نحطها لها باش تتهنى مع الموليداتكم مع المبناتكم يدخلوا معاكم في كوزينا ولو هم صغر منها يتونسوا و انتم ما تتونسوا منها يتعلموا رحين يكتسبوا دي سوفين يغي يكبروا معاهم كي يكبروا و يقعدوا يقع ديهم هدي هي الصغور تاعنا و الطفولة تاعنا كامل عنا هذيك الانوستالجي و عندنا هذيك الذكريات مع الوالدة و ربي يحفظوا جميع ام الوليدات ان شاء الله يا ربي و ربي يحفظكم كامل و يحفظكم ووليداتكم و يسترهم و ربي كما يقولوا يجب عليهم من كل حاجة ان شاء الله يلاقينا ديما مع الولد الحلال الكسرة تاعي طيبتها و استقهونا بيها و رحت الفراشات اليوم البنات حان ندير تغيير في غرفة البنات برد الحال لازم نحيلهم هاد و دوزياما جبت البنات حان نتقاسم معكم الماطلة جدد كنت ديجا تقاسمت معكم الماطلة اللي جبتوا ليها تاع 2 بلاس تاع ما شامبر من عند افريشات سيليا الماطلة تاحا هايلين شوفوا معي اليوم حان نزيد نتقاسم معكم الماطلة جبتهم البناتين شوفوا البناتين اللي ماطلة باش يعني يدوموا معايا و يقعدوا بخوابخوا نضاف توجو هندلهم هاد اللي بخوتاج اللي رام يتباعوا وجدين يعني ضمنوا لكم حاجة نضيفة تقعدكم توجو ماطلة تاعكم نضيف واليوم جبت هاد اللي ماطلة أغتوبيديك ماطلة لكس ضامان تحهم و انتلقوا ماطلة عندو ضامان تناشن سنة قلت لكم حاجة أغتوبيديك صحية مية في المية متوفرة على جميع المواصفات العالمية يعني كنت جربتها فلاشهم بختاعي و كي عجبوني و عجبتني الرقدة فيهم و كيفاش نوضي الصباح انفرم جا دي سيدين نجيب الزوج لبناتين و نتقاسمهم بيان سور معاكم بتتخنتو متاناك و حابين نجيبو دي ماطلة يعني في جميع المقاسات يعني دوبلو بلاس ولا اون بلاس تعطوهم لمزور هادية الحاجة المريحة عند افريشت سيليا انكم تعطوهم لمزور يخدم لكم سور مزور لمتلة تاع افريشت سيليا سيدي ماطلة كي ما قد لكم بزاف صحية اورتوبيديك 100% كنفورتابل مخدوم لقماش تحم فلا بلجيك و ضد الحاساسية لبروديو الداخل الماني وي جدي بيان الماني كي ما راكو تشوفو هنا جووست على لشامرة مسحت الغبرة يالبنات متقدوش تعرفو لشامرة فلا كولر بلانش لش حال يتبان فيها انغبرة بيان سيحتاب هاد من عند ستيك دا غيبال لي يعطي ريحة شابة جامع الاسطح توت سوفاس بالالوان هكو تشوفو هنا مام في البلان نقدر نخدمو لانه يتخدم مام على المير على الحياط يعني الموبل بالوانو كامل لي بيقوتا معكم ينتقو عدو مليح بزاف سور تدو كامعة فصل هادا الخريف وين كان الزوكام لاغريب الدوري تو اونا بزوان دي توليزي هادو ما ديزنفكتون كي ما راكو تشوفو هاولي كلبناك وشا نقول لكم الدنيا ولي تتشعل ورح تجبت البالي كي نرفض الماطلية كي ما نكيف مانتو مارجبونس والايراني غير نارا يعني واخدع لي وشا نقول لكم كلما نرفض نجبت البالي نكون استحت البلاك نرقى واحد لي سوف خيز يعني حرد وقتش يكبروا بناتي وعودوا ما يرموليش تحت البنك ما فهمتش كلما نهدر هادو تحصل في هادو ما فهمنش ورا المشكلة اللي ماتلا تاعي هامليك راني فرجتهم وراني فرحانة بهم سي دي ماتلا قطيكم اللي ماتلا تحهم المان وماتلا تحهم بلج ضد الحساسية مية في المية حاجة اللي مليحة عند افريشة تسيليا انكم تقدرو تكمانديو دي ماتلا سرمزور كي ما حبيتو تعتهم مقاسات و تقدرو تكمانديو يكونو دي ماتلا افريشة كي ما اللي درتو انا فلا شامبر تاعي هاخليلكم رابط الفيديو اللي كمانديت فيه لما تلا تاعي وين يحطو لكم الاسم تاعكم ولا تاع الكوبل ولا تاع اللي زنفون تاعكم يعني الاسم يقعد في الماتلا حاجة شابه بزاف ونتمنى هالكل واحدة حتى هي ولا الكل واحد متمنى يجيب دي ماتلا حاجة مليحة في دارو كي سوا دي بلاس كي ما ركتوفو جميع المقاسات افريشة تسيليا دلكم لاني فريزان غاتويتمان يعني الماتلا يجيكم حتى الباب الدار تعطوهم فقط المقاسات تاع الماتلا تاعكم والضامن نقول ونعاود ضامن طناش سنة يعني لما تلا تاعك راك يترقدي عليه كي ما راهو يقعد مدة طناش سنة حاجة خارقة للعادة وحاجة اللي مينقبهاش زيد الحاجة المليحة انه افريشة تسيليا تبيع لكم لما تلا تح بالبخي تعالوزين يعني اللي بيعوهما للماجازايت يعني وشا نقولكم كدمان دي بلس للماتلا نهدو ما راني افشيت لكم لبخي تحهم لبخي تحهم هو 18500 مليون و 850 التوسيل مجاني اما للماتلا تاع دي بلاس اللي حنزين خليكم مرابط الفيديو تاعو في صندوق الوصف خلستو 36 مل دينا دونك هادي اللي ماتلا حاجة خارقة للعادة وضامان تحهم سي عافي يعني طنع شن سنة كم يقولك غير بيكتبنا نزيدو نعيشو طنع شن سنة وحدة اخرى منا لهذاك الوقت ربي ان شاء الله يعطينا صحيحة وطلع مر و تشيرو و تزيدو في حياتكم حيات وليداتكم اللي كوب اللي حيتزوجو اللي راه يرقد بنوض من دقدق من ظهرو ووليداتو تانا يشوف الماتلا تحهم عيان اللي عاود لهم المابل حاجة شابة افرشت سيليا راكو تلقاو رقام تليفون وين فو بوفي دوماندي هاد لي ماتلا و تقولو لهم كيمالي شونا مع ميليسا كاينة باكدا بشيتها الله فيكم و يديرو لكم كيمالي قوتلكم و تدوهم بالصحة وليهنا راهو مهم جدا انو الانسان يرقد انو تصبح صحيح هذا هو الصحيح خليت الفرش تعبناتي وخليت شامق تعبناتي مفحفة الله لله وخليت لهم سوى بخيسك يجي يشوفوا التفريشة تحهم يشوفوا لي ماتلا تحهم جدد وصدقوني صدقوني والله ثلاثة انهم كانوا بزفر حاني قالوا لي ماما اوني تفريمون تخيز على زفر رقداء تعنا العقوبة لكم الوليداتكم ان شاء الله كامل امين يا رب العالمين ودو كان البنات نروحو الكوزينة يخانا ديما نقولكم ندوروا نروحو نروحو لغي الكوزينة لما نهربوش منها البنات اليوم حنتقسم معكم الروبا تعي اللي كان الروبا يعني صحي ما فيش قليان ما فيش زيوتي حنستعمل هاد الاخف خاير ولا المقلات الهوائية وين انا خلاص يعني والفت نقلي الفلفل في الاخف خاير يعني وداعا للزيوت طايرة من ومن حالتها حالة دونك ندها نحبي باتتا الفلفل تاعي البادنجل ندهنهم شوية تعزويتا وندخلهم في الاخف خاير حاجة حيلة شوفوا البنات كيفش تلقاوا يعني الفلفل تاعكم مقلي روعة يجي ملحم ويجي طري والقشرة تتنحى بكل سهولة والحاجة المليحة انه ما يجيش فيها بزاف الزيت يعني اكله كامل وش حبيته في الاخف خياتكم بصيفة عادية وقدرت لكم حتى مدرب البادنجل بالاخف خاير يعني فغيمة خرجة روعة الكباب كذلك تحبوا تدروا الكباب اقلوا الباطاطا فيه يجيكم موين غاية يعني يجيكم ما يجيش تقيل بزاف وما يجيش كالوريك بزاف الاخف خاير إلي امبورتون باش تدخل في الكوزين تعنا وباش نقصوا شوية الزيوت كما شفتو الفلفل وقشرتو البادنجل ماشاء الله طب الزبدة يعني يتقلى بلا زيت سوكتو البادنجل يرفض بزاف الزيوتين شويتها هكذا في الاخف خايق وقشرتها هرستها بالفرشيطة سنينة تتعتم وعصرت على القارس الشب عليه يخرجنا واحد لسالات نوبرجين بزاف بنينة يعني على طريقة تقلبية شوية زيت شوية خلق وعصرة قارس شابة مع سنينة تتعتم هذا ما كان الاخف خايق تخليكم تأكلوا أكلات صحية هذا الفلفل شوفوا كيفش يجي يعني تكذبي اذا طيب في الاخف خايق اي واحدة تقول لك هذا طيب في المقلة انا وش نزيد نحط عليه هنا انتو ما طيبوا طماطيش خللتها وش نقول لكم صبرتها خرجت لي واحدة البنة يدوك هنا طلعت يعني في البلارة فيها الماء والخل وعصر القارس وفيها التوم بكمية كبيرة جلت واحدة طماطيش شهيدكم في الجنة ان شاء الله اذا كان حبيتوا نتقاسم معكم الوصفة ما كاش مشكل جبنينا ودخلوها في كامل أكلات تاكلوها وحدها تاكلوها مع فلفل تاكلوها مع شوية يعني اي حاجة جيب زف بنينة ودركا حنتبه اللي حنطيبو بهالطريقة شفو معي هنا سمحولي رحلي بوك المقطع درت شوية زيت توابل دجاج اللي عندي توابل فخوماج درت زبدة اعشاب عطرية لازعب دي بروفنس وشوية الفيناجر بالزاميك خلب السامي واذا ما عندكم شماشية مشكل كامل وديرو كما قلتلكم الملح فالا عندي تتبيلة هادية تتبيلة هايلا وبنيلا جي مارينة فيها الكويس دي بولي اللي كانوا عندي خليتهم يريحوا شوية فهات تتبيلة دي بخيفرانس خلوهم يعني اذا كان عندكم شوية وقت خلوهم يشربوا هادك تتبيلة ارشقوا هادك الجاج بتاعكم يعني يشلحوا بالموس ودركا ندخلوهم في اكسية اكياس الشيواء دخلتهم في هادو كل اكياس الشيواء اللي يعني طيبو بيهم في الفوق عادي يعني اي حاجة كنتوا طيبوها مقبل في الفوق ولا في المقلة طيبوها عادي في الأخف خيارتاكم كيما راكوا تشوفو هادك المارينة كامل هبطها لتم مع هادك لبولي تاعنا مارينة يجي بنزين بزاف هاد لبولا سوكو إذا حبيتو زيدولو قطلكم شوية عصرة على القارس ولا فيناجر بلزاميك اللي عندكم غشلت هادك المارينة درت الهقيس واحد الفنجال تعلمها ودخلت عالداخل اربط كيس شوية كما راكوا تشوفو عما يتباعوا اكيس شوية عما يتباعوا هكذا يجي فيهم مام هادك اللي تربطو به لبتي كوردون تربطو به وحطيت الكيس تعي يطيب عادي في الأخفرير والمقلة الهوائية رقلتها بيانسور شوفت لبولي رقلتها على 180 درجة انتو ما راكوا تشوفو في الأخفرير يطيب أكل دقري كمبين دو منت بيانسور وحطيت يطيب وحطيت بعد 25 دقيقة 180 درجة فتحت الكيس شوية وحطيت لقيت بولي وغلت بزبدة بزبدة كيف تشوفو بالريحة اللي كانت في الدار نشاهيكم ديما في الصحة وليهن شاء الله وشبقالي فرقتوا كيماراهو بسك هاد الاخفخاء يغفية هالشبكة لانك الاسوس تهبط من التحت وليه بولي تعنا يزيد يتحمر يزيد دخلتو في الأخفرير باش يزيد يعطيلو تحميره شبه لليه بولي تعنا لانو طاب على فاپر بعدما زيتلو ست دقايق تحمر ما شاء الله كيماراكوا تشوفو جا واحد الجج كين قولكم ما زيدوش قاد دروب الجج لو يتبع برا يسمحول اللي يبيعو الجج برا لا يزيد نظيف انقيقي خدمناها بيدنا طيبناها بطريقة صحية جام حمر متبل مغينة مليح شوفوا الاسوس اللي خرجتلي هاد الاخفخاء يغفية هكما قدكم انجري شبكة تخليلكم الاسوس كامل جي من تحت وهاولي كله بولي كفاش يجي محمر رح ها وشو نقولكم نشاهيكم في الصحة والهنا نتمنى انكم تجربو الكويس دو بولي ولا الجج كامل انجنغال في اكياس الشيواء كي ما شفتو انطيبوهم يعني طابونا بطريقة سريعة البولي طابلي على فاپر طابت خيط خيبية ومبعدها زاد تحمر بعدما نحيط له كيس الشيواء هنا كانت عندي حبيت نرفقها مع الابيوري حبيبتها بطاطا بيانسور غليتهم في شوية مو ملح ندرتهم هاكده تمتم سبع دقائق فلاكوكات مينيت افتحت عليها وندربها كيما تعرفوا ديمانا ندرب لابيوري تاعي بلو بطاق باش جينا موسوز وجينا يعني نطلعوها كيما كتوفو جي خفيفة مع شوية تاع الفخوماج وزيت لها الزبدة وزيت لها الحليب كمية قليلة تاع الحليب بيانسور يكون دافي وفي الاخير نزيد لها شوية تاع جوست الطيب ولا لانواد موسكاد اللي تبقى العنصر الجوهاري في البنة تاع لابيوري ودركارحة كانت عندي هنا يا يون بيس تاع الحبة تاع الحوت تاع السمك وشوية تاع زيت زيتون وشوية تاع الدرسان اشتركوا في هذا العماغينا التحوم اللي فيها عكري وكمون هادا ما كان انا هادا وش ندير لها وخليتهم بعد سنينة تتعتهم قد لكم درسها الشابة وشوية الهريزة درت عليهم رشا خفيفة زيت زيتون وحطتهم يطيبوا في الأغفخة يا ريالبنات تهنيت من القليان وتهنيت من السبك وتهنيت من ذيك الخدمة اللي تخرجنا شوفوا لي ما شاء الله هاد لا بيستال بونيت ما تقدروش تتصورو شحال جيت بنينا جيت فغيمون بنينا وجيت جاسبك مشوي يعني جا غريي نتمنى راهو يتباع في المقشي دورك بزاف لباسون بونيت نتمنى إذا تلاقيتوا به تشيروه واتبلوه كما قلت لكم وطيبو بهاد الطريقة في الأغفخة طريقة صحية اه وبنينا بزاف نقيت اه المقلة تاعي تاع الأفخة امسحتها ودركها نعاود نحطها نسخن عليها مهم جدا انكم الفلفل اي حاجة تكونوا حطيبوها دابوخ سخنوها 10 دقائق باش تحطو فيها وشاكو حبين هنا هندير بطاطة مقلية اللي كنت قطعتها بيان سوخ ودرتها في شيء ملح وخل من بعد صفيتها ونديرو لها مغرفة تاع الزيت هاده مكان يعني هتاكلوا بطاطة مقلية جست بمغرفة تاع الزيت هاده هو الفرق بين هاد البطاطة والبطاطة اللي طيب في الزيت انها تجي بنينة ومتجيش فيها الزيت يعني طيبة بمغرفة تاع الزيت وجي بنينة جي طريقة وجي كخوسيونت الحاجة المنحة في هاد الارف خير انها تشوفي من هاد الافنتر ولا هاد الافيت خيم تشوفي وش كين داخل لبلا ما تضلي تحلي البطاطة المقلية كل شوية حركوا عليها وما تكتروش يعني كمية كبيرة انا هنا در 3 حبيبات بطاطة كيم ما راكوا تشوفوا تحمرت لي ماشاء الله وديلوا لها الملح الافنس يعني دو بخيفرانس نحطوا لها الملح الافنس لأنها من بعدها يعني هي كيم البطاطة تاع الكوشاك وما ندلوا لها الشي ملح من الاول راهي ما يشتش فيها الملح يعني مشي كيم البطاطة مقلية اختكم هنا راهي الدوق وش نقولكم والله تلاتة والله جات بنينة بزاف وجات كخوسيونت وجاتها اليك كل حبة وحدها وزيد صحية بطاطة طيبة بلازيت حطيتها مع هادك الحوتلي طيب كادلك بلازيت الفلفل وطوماتيش شاهدكم في الصحة والهنا ودركان راحونا هدرو على هاد الارفخير تاعنا ماتريكس لست ليتر كيم ما راكوا تشوفوا لي جبتها لكم اليوم لعند لكازا دالجيري مشكورة لكازا دالجيري على العروض القيمة لي جبها لنا وعلى المنتجات الهيلة لي جبها لنا هاد الارفخير ولاد المقلية الهوائية عندها سيرتيفكة من عند الونيون اوروبيان وزيد كذلك عندها سيرتيفكة الالمانية يعني التأكيد الالماني لي يعطيه طابع الجودة وحقيقة والله تلاتة صدقوني رادي يتهدر يعني نحاول اني نكون صدقة المكسيما معكم انو هاد الارفخ عجبتني بززاف وطيبتلي ما شاء الله سهلا كيم ما راكوا تشوفوا هي جاية ديجيتال ولكن هالسهلا كلش افيشي فيها نزان يموني طيبوهم فيها كل حاجة مثلا الجج تقرأو التما لبولي تشوفوا بولي تقرأوش حالي دمانديكم الوقت حالي دمانديكم الاتمبراتورة وهنا كلشي افيشي فيها وين تريقليو الاتمبراتور حتى الميتين درجة دسون دقري وفيها كيفاش تريقليو الوقت كذلك حتى تلاتين دقيقة وتزيدو وتعودو هاد المكان فيها هاد الافتخين ولا هاد النافضة وكاذلك راهي متوفرة فلا السنك ليدخ الكيم ما راكوا تشوفوا السعر تحا ديزنف ميل نفسان مليون تعمية وتسعين واما تعلى ست الليدخ اللي خدمناها مع بعض اليوم السعر تحا هو زوج ملايين و تلتمية وتسعين بيانسور لاليفريزان الجي كاتسان دينار اندور دالجي ستسان دينار هادي هي التوصيل يكون عند التوصيل يكون الدفع جفو ديك كيوصلو لكم الامانتاكم عندكم عند التسليم ولا الاستيلم باش تخلصوهم اغف خاير حاجة مليحة لصحتنا بحاجة تهنينا وتنقص علينا الشغل في الدار وتجي الماكلة بزاف بنينا يعني كيفاش نطيبو جاج محمر بها الطريقة وبطريقة سهلة وبنينا وجي خفيفة كي ما راكوا تشوفو الجاج محمر مع الابيغي وهذي كل الصص اللي خرجت فيها يعني ما كوش حتقولو لك كيفاش خرجت هذل الصص لانكم شفتو كيفاش درناها مع بعض جا امبلا ماليفيك جا خفيف جا كأنو امبلا يعني تا المطاعب حاجة خفيفة الفلفل والبادنجر كانو ما تشبعوش كذلك وحاجة ما تقهمش ما فيهش يعني حاجة لي تضر هايلك الاصاص اللي خرجت لي تحت لاغيري كي ما قلتلكم ما شاء الله كمية اللي بس بيعو دونك لو كان في الكوشة تقعدو تفحلو تغلقو وتزيدو الماء لانو في الكوشة تنشف الاصاص تمتم باركوند خفيفة خاير الوقت يكون اسرع والبنة هيلة وعكو تشوفو النتيجة قدمكم كان هادا هو شانا البارح بولي غوتي في الاخف خاير مع كمية لا بيوري بالاصاص تاو والبرقه وشوفو هاله هذان قسم لكم بس تشوفو لانو كياس الشيواء تعاون بزاف في الطياب وزيد الاخف خاير عاونتني بزاف اني مقعدش نحلو نغلقو ونزيد لاصاصو نو اخف خاير حاجة هيلة لازم ان شاء الله كل واحدة حبة ولم تخوفة انها اتجربها ان شاء الله اتجربها ورح تعتديها في طبخك في الكوزين وطنطان كما راكو تشوفو حمرتو جام شوي مع عصار شبهة القارس ونشيحيكم ديما في الصحة ولهنا ان شاء الله الفيديو تاليوم تكون عجبتكم كامل معلومات اللي قدكم عليها تلقافها في صندوق الوصف تهلا وفيروا وحديكم في صحيحتكم بقتا جايولا فيديو جام ما تنساواش نقول لكم نحبكم بزاف تهلا وفيروا وحديكم وسلام سلام اشتركوا في القناة